اشتركوا في القناة الملكة الرحلة الى الولايات المتحدة ذلك بعد وفاتها العام الماضي وفيها انه ساعد في تأمين سلامة الملكة اثناء زيارتها وان المكتب كان قلقا بشأن تهديدات الجيش الجمهوري الايرلندي وحسب وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالية الامريكية فان التهديد بالاختيال وجه الى ضابط شرطة في سان فرانسيسكو مبنيا بل مبينا ان الضابط كان يتردد على حانة ايرلندية في سان فرانسيسكو وحذر من امكانية حصول عملية الاختيال بعد ان تلقى اتصالا من رجل قابله في المكان قال الضابط ان الرجل اخبره في تحقيقات FBI انه يسعى للانتقام لابنته التي قتلت برصاصة مططية في ايرلندا الشمالية وجاء التهديد في الرابع من فبراير 1983 اي قبل حوالي شهر من زيارة الملكة اليزابيث الثانية وايضا زوجها الامير فيليب الى كاليفورنيا جاء في هذه الوثيقة كان يحاول اذاء الملكة اليزابيث وسيقوم بذلك اما عن طريق اسقاط بعض الاشياء من جسر البوابة الذهبية على يخت بريطانيا الملكية عندما يبحر من تحته او سيحاول قتل الملكة اليزابيث عندما تزور يوسيمتي ناشنال بورك وردا على هذا التهديد خططت الخدمة السرية لاغلاق الممرات على الجسر البوابة الذهبية مع اقتراب اليخت ومن غير الواضح ما الاجراءات التي تم اتخاذها في منتزه يوسيمتي لكن الزيارة حتى الان مضت قدما ولم ينشر مكتب التحقيقات الفيدرالي اي تفاصيل عن الاعتقالات وايضا تم تحميل ذاكرة التخزين المؤقت المكونة من 102 صفحة الى موقع معلومات مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد طلب قانون حرية المعلومات الذي قدمته وسائل الاعلام الامريكية مشاهدين متوصلون معكم في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيوني اليوم السابع شكرا جزيلا والى اللقاء